ملايين الذبائح كل عام في جنبات الأرض لماذا؟ هل المقصود منها فقط إطعام الفقراء والمساكين؟ كلا إن أعظم درس من الأضحية تلك الشعيرة التعبدية هو التذكير بأصل هذا الدين وأساسه وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى وحده حتى لو لم تعقل العلة أو لم تقف على الحكمة فالخليل إبراهيم عليه السلام مر بموقفين في غاية الصعوبة الأول لما أمره الله أن يترك ولده إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام بأرض مكة حيث لا أنيس ولا جليس وترك معهما جراب تمر وسقاء ماء فقالت له هاجر المسلمة حقا أه الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم نعم قالت إذا لن يضيعنا مر بعض الوقت وفني التمر والماء وجاع الرضيع فسعت بين الصفا والمروة سبعة حتى تفجر الماء من تحت قدم إسماعيل وسمعت الملك يقول لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله الموقف الثاني لما أمره الله بذبح ولده إسماعيل عليه السلام وهو اختبار عظيم فما كان من الخليل إلا التسليم قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أيّا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم من هنا نتعلم أن الإسلام استسلام مطلق لله ورسوله دون قيد أو تباطئ أو جدال بل دون توقف على معرفة الحكمة أو فهم العلة هذا هو الدرس الأعظم لا تنسوا الاشتراك بقناتنا باليوتيوب ومشاركة مقاطعنا عبر وسائل التواصل المختلفة نشرا للخير ونيلا للأجر فالدال على الخير كفاعله